بلال ماذا قدم كيروش لمنتخب مصر لا كيروش قدم أنه وصل بنا طبعا للفاينال كاس الأمم طبعا وده كان شيء الحقيقة غير متوقع الحقيقة لو سألت أي حد في الشارع قبل البطولة كان أكثر المتفاينين يقول لك مثلا الدور التمانية دور السيمي فاينال يعني ما كانش حد يتوقع إطلاقا أنه ممكن أن مصر توصل للدور النهائي وتلعب السنغال وكمان مش بس كده أنك برضو تتهزم أو تخسر البطولة بركلات الترجيح يعني دي حاجة مهمة جدا الحاجة الثانية حقيقة بص أنا بغض النظر عن المستوى الفني المنتخب مصر وبغض النظر عن الأداء وطريقة اللعب والاختيارات أنا شايف أنه راجل عنده حزم شوية يعني هو راجل حزم يعني واضح من المعسكر الموجود في الوقت الحالي أن لا ما فيش صحافة كتير ما فيش تلفزيون كتير ما فيش خروجات في تعتيم كامل على المنتخب فيه تركيز واضح لي فيه تركيز بشكل كبير جدا وده شيء مطلوب حتى لو لقدر أخسرت البطولة فأنت بتغب بالأسباب يعني هو أخذ بالأسباب الحقيقة يعني إحنا لو نتذكر السنين اللي فاتت قبل كده كلها أي مباراة بتبقى صعبة جدا للمنتخب أو فيها حسب بتلاقي بقى التصوير والإعلانات والتلفزيون والمعسكر مفتوح يعني ده يحسب لكابتن وايل جمعة كمان ويحسب طبعا لوائل طبعا ده وضع طبيعي طبعي يعني كما هو ده المدير الفني وده المدير الإدارية وده المدير الفريق ومدير الكورة تمام أبزق ومدير منتخب طبعا وايل وهو بطبيعة يعني شخصية حزمة وعنده قيادة وهو جاء الوقت فترة من فركة يعني كابتن انتخب مصر وكابتن نادي الأهلي يعني فوائل بطبيعة هو شخصية حزمة شوية فيحسب لكوروش طبعا التنظيم يحسب لكوروش أنه يعني دايما عنده حالة من التفاؤل يعني أنا بشوف كل تصرحاته حتى على تويتر لما بيكتب الحاجات اللي بيكتبها اللي بنقراها يعني دايما هو مستعد دايما متفائل دايما بيدي بوستيب انيرجي للعيبة وللجمهور يعني ده عايز المساندة هو حاسس أنه عنده أمل كبير جدا أنه يروح لكاس العالم 22 عام في قطر يعني هو حاسس بكده فده شيء جايد على فكرة شيء إيجابي جدا ومعايش اللعيبة الحالة دي يمكن أنا من ضمن الحاجات اللي وصلتنا برضو للفاينال أن اللعيبة كانت حاسة أن هي مكتمل حاجة احساس اللعيب نفسه وطموحه تمام يعني بيجي من المدرب المدير الفني هو دايما على فكرة لما يديك ثقة ويخليك يعني دايما عندك رغبة في المكسب يعني دي برضو حاجة تحسب للمدير الفني اللعيبة أو بتستجيب لعيبة منتخب مصر بتستجيب لأن في لعيبة كترة جدا عندها خبرات ولعيبة لعبة ولعبة محترفة ولعيبة عندها مكتة ولعيبة زمال كابتا عادل من شوية عايزين يروحوا بحث الحتة بعيدة في تاريخه وفي الاسم في كرة القدم فأنا شايف أن مستر كروش قدر يستغل الحالة دي والتوليفة دي ويروح لمصر بالفاينال وإن شاء الله يعني نتمنى بإذن الله أن نحن نصعد لكسة العالم مشاهدة الآية